تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة مديونات ورهون إلى شركة عقارات رامي التي رسى عليها البيع في المزاد بقيمة ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار محريني الجدير بالذكر أن المشروع كان أحد مشاريع التطوير العقارية المتعثرة التي تتابعها لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة إلى جانب بوابة أمواج ومارينة ويست وتلال الغروب وكان مقررا الانتهاء منه بحلول منتصف عام 2009 وقد تم إحالته من اللجنة الوزرية الإعمار والبنية التحتية إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة حيث قامت اللجنة بدراسته وإعداد التقارير اللازمة والاجتماع مع المعنيين لحل تعثر المشروع وبعد استنفاذ جميع الحلول قررت بيعه بالمزاد العلني بتاريخ العشرين من ديسمبر 2016 اليوم نشهد تتويج عمل اللاجنة القضائية لتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بعد أن تم بيع مشروع جوفير فيوز واليوم رجع الحقوق لأصحابها حيث أن دائني المشروع مشتري الوحدات الذين اشتروا الوحدات هذه قبل فترة من الزمن بعد بيع المشروع اليوم رجعت لهم نسبة كبيرة من المبالغ التي قام بدفعها وهي بنسبة 96% هذا يدل وبحق على جودة المناخ الاستثماري في مملكة البحرين نحن أحد المستفيدين عاصرنا كثير من مراحل التقاضي في هذه القضية واللي استمرت سنوات طويلة طبعا ما كنا نتصور نحن راح نوصل لهذه اللاحظة صراحة لجنة المشاريع المتعثرة من مسكة الموضوع سرعت في العملية ونحن اليوم إن شاء الله نستفيد ونستلم المبالغ حقوقنا كامل يرجع لنا يعني وايد وايد زين ولا أي خليج ولا أي دولة سوى مثل هاي أشياء يعني نشكر حكومتنا من المغرب وشارية هني عقار وطبعا أنا بشكر العدل بشكر هذه البلد الله يطول في عمر ملكة ويطول في عمر كل المسؤولين عنها لأنه آخيرا رجالنا حقنا ومع مرور الوقت باتجاه الحل يثبت قانون رقم 66 عام 2014 المعني بتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بأنه وصفة اقتصادية مثلة تصم في البت بتلك الوحدات العقارية غير المنتهية والوصول إلى اتفاق شامل مع غالبية الأطراف من المستثمرين فيها ممن لهم الحق بتسوية مشاريعهم على الوجه الأكمل محمد الرشيدات والتفاصيل التواعك التجاري الذي أصاب جزءا من جسد وحدات عقارية دفع إلى وضع وصفة اقتصادية مثلة تنهي حالة الخمول والركود التي تعاني منها وصفة تمثلت بصدور مرسوم بقانون رقم 66 لعام 2014 المعني بتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة فاللجنة القضائية التي أحيلت لها مهمة البت بتلك المشاريع غير المنتهية أسهمت بإجراءاتها القانونية نحو وضع اليد على أسباب التعثر واللجوء إلى الطرق الودية عبر منح المطور العقاري مهلة زمنية لا تتجاوز شهرا واحدا لتقديم مقترح تسوية مشروعه بشكل كامل ومن ثم الوصول إلى اتفاق مع غالبية الأطراف من المستثمرين ممن لهم الحق في تسوية مشاريعهم وإن لم يتم الاتفاق تصمم الإجراءات لتوجه نحو مزاد عالني يضمن توزيع حصيلته على المتضررين اللجنة انتهت فعليا من تسوية مشروع الجفير في ويوز وهي الآن بصدد توزيع حصيلة البيع على الدائنين وأما بخصوص مشروع بوابة أمواك هي فعلا الآن في إطار عرض المشروع للبيع بالمزاد العالني في البداية من قبل القانون ممكن في حال تسوية ودية مع المطور الحالي للمشروع فإذا ما أمكن أنه يستمر في تطوير المشروع هناك البحث عن مطور جديد وكل مطور جديد يقدم البيانات الخاصة بالشركة مالته ومقدرته المالية والبشرية للاستمرار في تطوير المشروع واللجنة تقدر هذا إذا كان فيه إمكانية أو لا إذا ما وجدت هذه النقطة بالمطور الجديد تحلل البيع في المزاد العالني نظرة إلى ميسرة وسبيل لا عسرة تصاحبه إن كان الوقت قد أمكنك وأسعفك للتوغل في ثنايا قضية يصار إلى البت في جذورها من المؤكد أن تجد أن لا شائك يؤطر حدودها ولا معضلة ساقها الطماطل بتسوية مشاريع تسببت في تعثرها ظروف اقتصادية عالمية خيمت بظلالها على حين غرة لتلازم عددا من المشاريع الاستثمارية التي عانى قسم منها ولا يزال من توقف الدم في بعض أوردتها ذهبت إلى مجلس الجزراء وقدمت إن هذا المشروع متعثر وبالتالي تم دراسة المشروع ووقد وفعلا إن هذا المشروع متعثر فأحلوه إلى اللجنة لما أحلوه إلى اللجنة تمكننا من وضع يدنا على المشروع فأصبح المشروع هو ضمان الأموال موكليني المشترين لتلاحظ أن هناك كثير من قضايا خاصة قضايا المالية المتعلقة بالمشروع متعثر في بعض الدول خلت لها عشرات السنين أحنا كحكومة وكأيضا توجيه من سنوان الععد مباشر كان هذا التوجيه نفسه إيجاد الحلول بشكل أسرع بشكل قانوني طبعا مو بنفس المدة التي تأخذها المدة المحتادة بالعشرات السنين لكن كالمدة 4 سنوات 5 سنوات والحمد لله رب العالمين أحنا قدرنا يمكن في أكثر القضايا تعقيدة في هذا المجال نفسه يتم حلها الدكتور فادم عوض هو أحد المستثمرين في مشروع عقاري عانى التعثرة لفترة لا بأس بها لطالما انتظر رؤية تسوية عادلة لوحدته الاستثمارية تزيد من ثقته بالقوانين التي ترأب الصدع المتشكلة في بنيان تلك المشاريع الهامة لجنة تسوية المشاريع المتعثرة يلي هي خصوصا بالنسبة لمشروع جوفير فيوز يلي بعد جهد شديد وجيد جدا وصلنا لمرحلة انه قريبا نسترجع كامل فلوسنا تقريبا وهالشي اللي صار ردلنا املنا باقتصاد مملكة البحرين وهالشي رد الهيبة للوضع الاقتصادي في المملكة الحبيبة هذا الشي بده يزيد من ثقة المستثمر الاجنبي والمستثمر البحريني في البحرين وكل شخص يعرف انه فلوسه بالبحرين ان شاء الله ما بتضيع بجهود لجنة تسوية المشاريع بجهود ولي العهد ان شاء الله الله يطول عمره في الطريق نحو انهاء مبرمج لملف اتقنت النظرة الثاقبة لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد التعامل معه بحرفية بالشكل الذي يصب في مصلحة محيط استثماري متنوع تمتاز به مملكة البحرين قرارات رفقها الصواب جملة وتفصيلة ونهج ثابت ومدروس تتبناه القيادة الحكيمة بخط ثابت وقانوني يضمن للبيئة الاستثمارية في المملكة استقرارها واعتدال مناخها لتظل وجهة رحبة لكل اقتصادي يسعى نحو تعزيز نشاطه التجاري ضمن اطار ملائم لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر